بسم الله الرحمن الرحيم تم إنشاء هذا الجسر السندية الحيوي الرابط بين محافظة صلاح الدين ومحافظة ديالة والذي يتبع إلى طرق وجسور محافظة ديالة تم توجيه بإنشائه عن طريق مديرية طرق وجسور الوزارة وزارة الإسكان والإعمار بدأ العمل في هذا الجسر سنة الألفين لم يتم إكماله حصول الأحداث التي أصابت العراق في عام 2003 ما جعل تركها من قبل المقاول وتم عودته في سنة 2008 و2009 وأيضا كانت هناك أحداث الطائفية وكذلك ترك العمل وجاء بداية عمل جديد بعد أحداث 2014 في سنة 2017 عاد إلى عمله وتم أعطائه جزء من السلفة وقام بإكمال هذه الأعمال التي ترونها في سنة 2022 كان هناك خلاف على المقتربات الموجودة على كتفي نهر دجلة في جهة السندية وجهة الحاتمية مما أعطى أمر إيقاف التنفيذ في سنة 2022 الشهر السادس وتم تدخل السادة النواب كل من النائب مهدي تقي الأمرلي ومحمد كريم البلداوي للوصول إلى السيد وزير الإسكان والإعمار السيد بنكين فقاموا بتوجيه التخطيط والطرق والجسور في محافظة ديالة ومحافظة صلاح الدين وكذلك المهندسين قاموا بالتدخل في الإعاز لتغيير التصاميم الهندسية بتصاميم هندسية جديدة أدت إلى تحريك العمل وبدأ العمل إن شاء الله جاءت الشركة شهر الرابع 2024 بوضع خطواتها وإن شاء الله يتم التنفيذ في الأيام القادمة لذا ندعو عن طريق قناتكم الموقرة بتحريك هذا الملف ومخاطبة وزارة الإسكان والإعمار في التقدم لأن هذا الجسر رابط بين محافظتين وهو طريق حيوي ليسهل تنقل المواطنين والقوات العسكرية والمدنية من بغداد إلى المحافظات وكذلك من الموصل إلى ديالة لكون هذا الجسر قديم ومتهالك هذا الجسر الحديدي كما في جسر الضلوعية الحديدي المتهالك وجسر الزرقة نحتاج إلى طرق وإيصال المواطنين وسهولة حركتها لكثرة السيارات والتنقل بين المحافظات يونس لهذا المدير ناحية الحاتمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر